حيث أفادت مصادر أمريكية مطالعة بأن الولايات المتحدة هددت قائد الجيش الوطن الليبي خليفة حفتر بفرض عقوبات عليها لمنعه من استئناف تصدير النفط من ليبيا ومنعه من إعادة فتح الحقول وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت حفتر بأنه قد يواجه عقوبات لأنه يتصرف بطريقة سخيفة وخيالية من التنازلات فيما يخص المنشآت النفطية في شرق ليبيا